الله يخليك يا رب اولا انا بشكركم قوي على الحلقة دهية بنا يخليك يا رب لانها بتوضح للناس اللي بيظلم واللي بيفتري واللي بيعمل اي حاجة ظلم حيكون حسابه ايه احنا عندنا بيت ورث البيت دهوت احنا فيه 12 نفر فيه المتطلقة وفيه المحتاجة وفيه اللي عايز يعمل عملية وفيه اللي كبير في السن احنا 11 موافقين على البيع رقم 12 مش رضي اتبيع ولها نسبة صغيرة جدا لها 5 متر بس عشان هي مرتاحة مادية نقولولها طب انت يرديكي ايه نديك اللي انت عايزاه خد القولي على المبلغ اللي انت عايزاه احنا كلنا محتاجين تقول انا مش محتاجة لما بقموت تبقوا بيعه تبقوا تفهمه مع الورث ابتوعي يا ستة الله يبارك لك احنا كلنا محتاجين تقول هو كده عند مش باعة ولما تبقوا تموتوا يا انا موت انا عايزة اعرف تحكمها فينا ذا هيوصل لايه هي حتشوف ايه يوم قنطرة المظالم حسابها عند ربنا ايه عشان انا خايف عليها بالدنيا هي اخت حضرتك لا مش اخت حضرتك هي بنت عمتي حاضر 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 تبين يا ام كريم ماهم ان قنطرت المظالم التعنت مع خلق الله شفت التعنت وصل لفين انا مش محتاجك انا مش محتاجك فيوم القيامة برضك لما تقول يا رب انا عايز الجنة يقولك انا مش محتاجك مش هديك الجنة لان انت عارف يا استاذة لمية يوم القيامة هيعتى برجل اصرف على نفسه جدا في المعصية فيقف بين يدي الله فيقول ربنا يا ملائكة يخذوه من يده الى النار على طول كده على طول راجل هو ما عزاش حد لكن مشكلته ما اطعش ربنا في نفسه ابدا لم يؤذي خلق الله انما مع نفسه ما اطعش فالعبد يمشي مع الملائكة وبعدين يقول له ايه يا رب ليه عزر اعتذر به فيقول له ايه فقول له يا رب تعلم اني كنت انسانا زي سار انا كنت انسان غني وكنت تاجرا فكان يأتيني الرجل المعصر انزره لاجنك حتى يأتيه الفرج فيقول ربنا صدقت يا ملائكتي ان عبدي فرج عن عبادي في الدنيا وانا اشهدكم اني فرجت عنه اليوم وغفرت له وخذ بيدك وادخل الجنة فالملائكة تاخده من شوف من اقصر ايه الشمال اقصر يامل ليه سبحانك لانه فرج عن الناس لانه فرج عن الناس ودايما انا بقول للناس حطوا نصبعينكم اوع اوع شربة المية تبقى فرقابتك لحد سيدنا عمر يا ستي جهلي عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب وحفظي عمر بن الخطاب اوش اللي هو اذا تحدست عن العدل فعمر مش كده ولا ايه طبعا جهلي عبد الله بن عمر ابنه بعد سنة من موته فبقول له يا ابتي عام كامل لم تأتيني قال يا ولدي دعني فاني ما فرقت من حساب ربي الا الساعة قال له ليه كنت بتتحسب علي ايه كل ده قال له على رجل نام ولده عطشانا يوما فقال اللهم اني اشهدك اني اجعلها في رقبة عمر عطشان ابنه لم عطشان لا ابنه الاهمال الطب موته ولا الظلم موته ولا عدم المتابعة ولا ابدا شربت مية قال له طب وعديت ازاي قدام ربنا قال له بدخان ام اليتامة لما قعد طبخ لام اليتامة والدخان دخل صدره ده عده قدام ده قدام ربنا اشتركوا في القناة